دائماً منسمع معي غدة صح نسمع بشكل عام ولكن خلينا نحكي بشكل علمي أكثر أو تقني أكثر صح شو يعني كسل في الغدة الدرقية وكيف منعرف أنه عندنا هذا الكسل الغدة الدرقية طبعاً من الغدة المهمة جداً بالجسم لأنه عندنا الهرمون الثائل ثايرويد هرمون نعم بتحكم بكثير وظائف أساسية في الجسم أول شيء بتحكم بالنمو فعشان هيك كثير مهم مثلاً في كثير حوامل خلال فترة الحمل بيكتشفوا مثلاً أنه عندهم غدة هاي من أول الفحوصات اللازمة الطبيب عادة الأطباء أصلاً بيعملوها فحص روتيني اللي يتأكدوا أنه هذا الشخص أو أنه هاي سيدة ما عندها مشكلة بالغدة الدرقية نعم فبتحكم بالنمو بتحكم بالميتابوليزم عشان هيك من أهم الأعراض أنه السيدات اللي بيكون عندها أو الرجال بيصير عنده كسل هي أكثر شيوعاً عند السيدات بس أكيد فيه رجال بنصابه بالغدة الدرقية أو كسل في الغدة الدرقية واحدة من الأعراض أنه بيصير فيها زيادة في الوزن نعم أوكي فلأنها بتتحكم بالميتابوليزم والعمليات الأيضية بالجسم بالنمو بكتير أشياء فعشان هيك أول من الأعراض كتير مبينة وبتشير أنه فيه هذا الشخص أو هاي سيدة عندها مشكلة في الغدة الدرقية من أهم الأعراض إلى الكسل الغدة الدرقية اللي نركز عليه اليوم اللي هو زيادة في الوزن تعب وإرهاق بشكل كتير كبير بيصير في عندنا تساقط للشعر تكسر للأضافر هاي برضو من العوامل اللي منحس فيها وبرضو التعب الكتير اللي غير مبرر يعني الشخص بيضلها أو السيدة بيضلها تعبانة مش عارفة إيش مالها كما ممكن يأثر على الحالة النفسية يعني بيكون فيه نرفزة وأعصاب وكلها فهايكون لها من أعراضها وعادة الفحص اللي بي نعمل بشكل روتيني سهل ينكشف وبيبين طبعا لأنه الأمراض الغدة الدرقية كتار بس الكسل الغدة الدرقية عادة بيبنتج عن نقص اليود بس هذا قليل لأنه صار عنا الملح المدعم باليود هلا صار يعني من سنين موجود أول هاشيموتو اللي هو بيصير في عندنا نوع من الأمراض الأمراض المناعية اللي بيصير الجسم يهاجم نفس الغدة وبيصير في عندنا يعني تشخيص لهاي الحالة نعم يعني بشكل عام يعني أي شخص لازم لما يتحدث مع طبيبه مثلا أو بحس فيه عراض معينة مختلفة بيعمل هاي الفحصات بشكل روتيني وعلى الأغلب لازم نعرف بشكل عادي بزاق أخطاء الشائع أو إنه كل المشكلة فقط على الغدة هلا بس تتنظم الغدة الدرقية وتصير تاخد العلاج عادة بمفحص لها فحص سنوي يعني دوري دائما لازم نشيك عليها نتأكد إذا أخذت جرعات الهرمون صح وتنظمت بالأدوية خلص بتقدر ترجع تنحف بطريقة طبيعية ترجع العوامل والظروف طبيعية بزاق زيها زي أي إنسان أو زيه زي أي إنسان ما عنده مشاكل بزاق فإذا تنظمت خلص نحن نرجع طبيعي نرجع للعوامل الأخرى لليها علاقة بالأكل والنشاط البدني وكل هاي الأشياء بزاق يعني الوزن اللي زات هلا هو زات صار في عنا زيادة في الوزن إذا كان مش مكتشفينها بس إذا اكتشفناها تنظمت مع الطبيب عم تاخد العلاجات صح لأنه عادة من ناخد إحنا بديل هذا الهرمون اللي هي مناخدها عادة الصبح الحبة فبدنا ناخدها فهون خلص مدام راح العامل بالفحوصات الغدة رجعت تمام ما عندنا أي مشاكل بنرجع بنعمل حمية عشان نزل الوزن اللي زاد أو صارت زيادة في الوزن ونضبط الهمور يعني لما نسمع شخص عم بيحكي أنا عندي غدة هذا لا يعتبر يعني خلينا نحكي لك مشكلة مستحيلة الحل إذا هو عالجها بيزا وانتظمت الهرمونات الخاصة في هاي الغدة خلص إحنا بنرجع من الزيرو بنبلش عادي إذا انتظمت ما في أي مشكلة تمام بظل نركز على الأكل اللي إحنا لازم ننتبه له حالو هلأ أول نقطة نحكي عنها اللي هي لما ناخد الدواء طبعا الطبيب دائما بنبه بس دائما لما ناخد الدواء بنستنى على الأقل نصفة على ساعة يفضل ساعة قبل ما نتناول أي أطعمة فالصبح مثلا بنفطر الساعة سبعة بدك تاخد الساعة ستة أو بدك تاخد الساعة ستة فهاي اللي كتير مهم لأنه هذا بتعارض مع الدواء ما ناخدها مع حبوب حديد أو حبوب كالسيوم يفضل الدواء لحاله ما يكون ناخده مع أدوية خافضة للكولسترول وحبوب الكالسيوم وحبوب الحديد نعم مئة بالمئة طب هل هناك أطعمين مثلا ممنوعة للأشخاص اللي عندهم كسل في الغدة الدرقية هل هناك أطعمة نحن نسميها غويترجنز يعني فيها مواد نسميها غويترجنز هاي بتأثر على إفرازات الغدة يعني إذا الغدة مش منظمة عندك وعم تاخد العلاجات وللسه في مشاكل يفضل إنه هاي الأطعمة نتجنبها من أهمها الصويا ومنتجات الصويا هاي من الأشياء اللي يفضل إنه نبتعد عنها فيه أطعمة تانية مشهورة كتير غويترجنز موجودة بالقرنبيات زي الملفوف والبروكلي موجود بالسبانخ وموجود بالزهرة وموجود ببرضو هلا في صرنا نشوف بالأسواق نوع من هي نسميها قرنبيات بس شكلها زي الخاص اللي هو الكيل بنعمل منه عصير بنعمل منه صلاطة عبارة عن الأوراق خضرة بس هي تعتبر من فصيلة القرنبيات هلا هدول الغويترجنز أو هاي المواد الموجودة بهاي الفئة من الخضار بتأثر على إفرازات الغودة وبتأثر على الثيرود على الهرمون هذا فبالتالي إحنا يفضل إذا الغودة مش منظمة نبتعد عنها لها موجودة بتركيز كبيرة في الخضار زي هيك اللي بتكون نية لما تنطبخ هاي المواد الموجودة بتروح فممكن إنه هلا إذا إحنا في كتير ناس بحبوا يعملوا دايت وبدخلوا مثلا شربة الملفوف أو سلطة الملفوف أو بعملوا ملفوف هلا إذا ني يفضل إنه نخفف منه إذا مطبوخ أوك ممكن بين فترة والتانية ما بيأثر هلو علاقة بالكميات أو لا؟ أكل ما أكلنا أكتر ممكن يأثر إنتي لازم ترائب حالك لأنه هاي الأطعمة كمان في كتير ناس بحبوا يدخلوها كسلطة صح سلطة ملفوف مثلا كتير ناس بحبوا يأكلوها فهاي بدنا ننتبه إذا كانت الغودة مش منظمة بدنا ننتبه لإلها كمان موجودين بالدراء وموجود بالفراولة والإنجاص هدول من الفواكن لازم بقدر أكيد مريض أو مريضة الغودة تتناولها كسل الغودة ولكن لازم يكون باعتدال نعم أو إذا حسينا أنه وضع الهرمون عندنا مش بنظم فحوصاتنا ملخبطة لسه بدنا نزبطها يفضل بهاي الفترة نتجنبها لحد ما يرجع الوضع تمام ترجع بالدخل هاي الفواكن نحن نحكي دكتورا أنه الأشخاص اللي عم بيأخذوا العلاجات وبينتظم عندهم الهرمون برجع طبيعي تمام فبس نحن 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 نحكي عنه بالفترة عدم الانتظام صح؟ حلا إذا كل شي تمام بدنا نأخذها باعتدال لأنه كلهم هدول فيهم مواد اسمهم غويترجنز ممكن تأثر على الغودة الدرقية فإحنا بدنا نأخذهم باعتدال يعني أنا أصدية حتى بعد ما تنتظم الهرمونات الخاصة بالغودة بيضل فيه إجراءات معينة يعني فيه عندنا كتير أنواع فواكه ممكن فراولة نأكلها مرتين ثلاثة بالأسبوع باقي الأيام نأكل أنواع الفواكه الثانية تمام والصويا الفول الصويا منتجات الصويا هاي برضو ننتبه لإلها كمان للي بيحبوا الشاي الأخضر برضو ممكن يتعارض معها فإحنا بدنا ننتبه إحنا ما يشرب كميات كبيرة من الشاي الأخضر خاصة لأنه على ليش بذكر هاي الأشياء تكنوا الناس بياخدوها بالحمية صحيح بحاولوا ينزلوا وزنهم كميات كبيرة من القهوة أو كميات كبيرة من الشاي الأخضر بالذات ممكن يأثر على عمل الغودة يعني للأشخاص اللي عندهم كسل في الغودة الدرقية نعم الأشياء اللي نركز عليها كميات منيحة من البروتين الأسماك كمان لأنه فيها سيلينيوم الأشخاص هذول كمان بدهم ياخدوا سيلينيوم والأيوداين فموجود بالسردين التونة الألبان البيض هذول لازم نتناولهم في ناس عم بقولولي احنا كتير قرأنا وسمعنا أنه الناس اللي عندهم كسل في الغودة الدرقية لازم يتبعوا حمية خالية من الجلوتن هلا صحيح في بعض الأشخاص اللي عندهم كسل في الغودة معرضين أنه يكون عندهم عدم تحمل للجلوتن أو مرض السيلياك بس مش شرط بس ممكن فترة إذا حسيت حالك مش مرتاح فحصات الغودة شوية ملقبضة مش غلط تمشي على حمية لفترة معينة من الزمن خالية من الجلوتن وتشوف إذا حسيت أو حسيت في أثر إيجابي على الغودة مش غلط إنه هلا صار سهل كتير إنه الشخص يمشي على حمية خالية من الجلوتن بس دي أرجع أكد بالدراسات فيه أعطت علاقة ولكن مش شرط كل حدا عنده كسل في الغودة الضرقية ضروري إنه يمشي على حمية خالية من الجلوتن نعم نعم 100% هاي الأشياء اللي بنركز عليها اليود زي ما حكينا بطل هاي مشكلة هاي زمان كانت مشكلة لأنه ما كان في عنا ملح مدعم ملح مدعم هلا الملح مدعم باليود تناول أسماك برضو فيها يود ما عنا أي مشكلة الشخص اللي عنده كسل في الغودة الضروري يركز على تناول كميات منيحة من الخضر والفواكه والبروتين المكسرات بده ينتبه ما ياخد كميات كبيرة من السنوبر أو من المكسرات الصوية أو فول الصوية وهدول الأشياء هدول لازم يبتعد عنهم نعم كمان في نسبة بسيطة بالجويتريجن ممكن تكون موجودة بالبقوليات زي الفصولية الحمرة والبازيلا برضو هذا ما نحكي الإبتعاد تماما ولكن بأعتدال وأغلب الناس ليس كثيرا بيأكلوها بشكل يومي يعني ليس شيء إلا هدول النباتيين اللي ممكن مرات تأثر عليهم نعم عفا نحنا دائما لما نحكي عن الغدة نحكي عن الإجراء الطبي يعني كثير من الأشخاص بحكي لك بزي الاستسلام أنا عندي غدة هيك بكل بساطة وبكون الموضوع يعني وبتعالج وبتعايش معها بكل سهولة موضوع إدارة بس يعني بتتعايش معه ببطل يؤثر على حياتك في دراسة كمان أشارت إنه الأشخاص اللي عندهم كسل في الغدة كتير بيساعدهم يعملوا أيروبك إكسرسايز أو رياضات رياضات الأيروبك ماشي هرولة على قليلة ماشي يوميا هذا حتى في لها أثر إيجابي جدا على عمل الغدة الدرقية نعم فممكن بتثبيط النظام الغذائي إنه يكون نظام صحي ندخل الرياضة أكتر لنظامنا الغذائي ننتبه لنوع الأكل اللي إحنا مناكله بكون الأمور تمام يعني إذا عم تاخد الهرمون كل يوم عم تاخده صح عم تستنى ساعة قبل الأكل يعني بتاخده بعدين بتاكل بعد ساعة كل الأمور تماما عنا أي مشكلة وبرجع بأكد لعهذا الموضوع حتى لو معنا غدة درقية هذا ما بيعني إنه إنت مش رح ينزل وزنك أو مش رح ينزل وزنك وهذا عائق لإليك بالعكس بعرف تعرفي دكتورة أشخاص رياضيين عندهم محترفين عندهم مشاكل في اللغدة الترقية بعرف يعني رياضيين محترفين كمان صح على مستوى الأردن وآسيا وعندهم أنواع سكري عندهم سكري وبتعاية وبتعاية شو معه؟ وبالعكس عم بوصلوا لمراحل متقدمة ومحترفة بتوقع هو موضوع إدارة أكثر من إنه موضوع فقط إنه إشي رح يؤثر على حياتي للأبد وما رح أقدر إني أعلم بالضبط يعني زي بالحالة الهشيموتو اللي هو برضه من الأمراض اللي بتأدي لكسل في الغدة الدرقية زي ما حكينا هو مرض زي مناعي إنه الجسم بهاجم الخلايا الجسم نفسها فبرضه بهاي الحالة إذا كل شي تنظم هم تاخد أنت العلاج تاعك وعم تنظم أكلاتك الأشياء اللي حكينا عنها هم تشرب كميات كافية من المي رياضة الأيربكس ندخلها لنظامنا الغذائي ما بكون عندنا أي مشكلة وبتقدر تتعايش معها بكل سهولة نعم هلا الأشخاص العاديين دكتورا بتحسي أنه بحكي أنا عندي صعوبة في نزولة الوزن هل تنصحي رح يفحص الهورمونز لحاله ولا يستشير طبيب مثلا لو مرة في السنة يشوف كل الفحوصات يعملها مرة وخلص هلا إحنا دائما 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 أول قبل من نروح عند أخصائي دغزية أو أي حدا بديرو عند أخصائي دغزية مش عارف إنه ليش عام بزيد وزنه حتى لو شاكك أو مش شاكك أفضل يكون عامل فحوصات الكشف هاي نتأكد من أي شيء يعني إحنا من أهم من الفحوصات المنفضل يكون عاملها أكيد هاي بتعملها مع طبيب طبعا نكون متأكدين ما في فقر دام ما عنا مشكلة في الغدى الدرقية لأن هاي كلها بتأثر على الوزن ما في مقاومة إنسولين ما في ارتفاع دهنيات على فكرة لأنه معظم الأشخاص اللي عندهم كسل الغدى معرضين لارتفاع الكوليسترول بس برجع بعيد إذا ضبط نظامه الغذائي بقدر يسيطر عليه بس هاي من العوامل اللي بتأدي لرفع الكوليسترول فهاي الأشياء لازم تنعمل لأنه تخيل إحنا عم نعمل حمية والشخص ما عم نمشي على نظام غذائي وأكل بتعرض وتعبان ويطلع بالآخر معه وكسل في الغدى الدرقية يعني أوكي رح يستفيد بس رح يكون في عنا مشكلة أساسية كتير كبيرة هالي عم بتأثر على الوزن فإذا الشخص عم بحس دائما بأعراض تعب إرهاق مش قادر يحمل حلق أهلا مرات ممكن تكون أعراض إش تاني مرات السمنة زيادة الوزن بتعمل هاي الأعراض بس لازم نعرف هاي الأعراض بس لازم نعرف هاي الأعراض شو سببها بالزبط أنه في ناس توصل لعنا بالعيادات مش قادرين يتنفسوا من كتر أنه صار في عنا زيادة في الوزن أو سمنة وسطية بتصير عنا مشاكل في النوم انقطاع النفس هاي من أهم المشاكل اللي بتصير نعم مئة بالمئة شكرا جزيلا دكتور الله يحبك أهلا سهلا شكرا جزيلا شكرا